اخ النوش احكم قفضته على المغرب سياسيا واقتصاديا واللي بغيتو خسكم بغيتكم ان تتقلصوا مع رجال اعمال الكبار ويعودوا ليكم تشدوا راسكم في الميدان الاعمال كانت تكلم على المستوى عالي يا معي يا ضدي وإلى ضدي غادي انطحنك كل اللي بريتي تكون هذا بك نتكلم على رجال اعمال ولا في ميدان الاقتصادي سياسيا عنده جميع الجهات المغرب تقريبا عنده المجالس الاقليمية المجالس الجماعية الجماعات القراوية كل شي دياله والمغرب دياله اخ النوش احكمه قفضته على المغرب حكومة احنا كانت تكلموا على تعديل الحكومي وكانت تسنى وهنا كانت تسنى وكانت تقلبوا على الكفاءات السياسية اللي كان لان الوزير منصب سياسي اوه هاو ما كيقلبوا يمكن غيجبدو غايديرو هاتش يرعى عمونس باش كانت تحديل الحكومي كون نص الولاية ديال الحكومة البارح لما اخرجت تعديل الحكومي ما كيش شي جروب دخلت ليه لا في مواقع التواصل الاجتماعي ولا في واتساب ولا شنو وما كتسمعش الناس كيضحكو على هاد الحكومة كيضحكو على بلادنا كل شي مغربة كيض انا براسي كنقول لح ولا هو لا قوتي لبي الله شي مسؤولين في الدولة كيقولك تاو ملاح ولا ولا قوتي لبي الله او في كي المشكين ره مصيبة نعطيكم امثلة صغيرة وبسيطة قولوا لي واش الفتى المدلل ديال اخ النوش اللي يتقن شطحة مهبولة انا ودك تخرباق ولا مهبولة انا هذا اللي هو رئيس فيدرالية الشابيبات مع دك تخرباق ديالهم هذا السيد اللي في الوقت اللي كانوا الفيضانات في طاطع والناس ماتوا والناس بشولهم المبتلكات ديالهم في الوقت ما يقول الحداد وغنديرو كان كيشطح غير على هذه الكاريير بوليتيك دياله كتتحن ناس علوه في دول اوروبية ولا دول ديبوقراطية اقل واحد في المية من هاتشي كيمشوف حالاتهم صافي دهب في شغلوه صافي سلم السياسة احنا لا احنا اشطح وردح واطلع سير الشي حويش بشي شكل اطلع في هذه البلاد يلا الحسن السعدي كاتب الدولة قال لك لدى وزارة التضامن المكلف بالاندماج الاجتماعي الحسن السعدي للناس يكوى كان برلماني ديال تارودانت والنزل تارودانت ضواحي تارودانت الناس يتابعي ليه باقين في القياطة للدابة ورئيس شابي بول فتن مودلة دي رئيس حكومة على الاقل يجيب الميزانيات ويقف ويصهر ويبين لنا انه قادر ما داره تقول شي حاجة في ارض الميدان في الزلزال ماش ناش واقف وكيدير وغادي ومعبت شنو مهم دار شي حاجة استثنائية وهذا راه منه قالوا عزيز قالوا عزيز قالوا عزيز وما دارت حاجة ولكن عزيز اخ النوش عزيز علي لبغا كاسي لان الناس اللي كعرفوا رئيس الحكومة دينا كيقول لك ما عزيز عليه شي واحد يكون حسن منه ولا يعطيه دروس ولا ينتقدوه اللي ينتقدوه يطيرو شاكي بن موسى طار الحليمي طار جميع المسؤولين اللي انتقدوه ماش ينتقدو السياسة وبينو الحالة دي المغرب طيرهم المجلس المنافسة طير ريض الشامي طار كل شي داك شي حيض هم المناصر القوة دي العزيز اخ النوش انا ما غدومش وعزيز اخ النوش راه المخزن يمكن عزيز اخ النوش عجا وخاكك 2016 2015 عدد اندخل دهاليز المخزن ولكن ما كعرفش مزيان المخزن تقوة تتقوة وتكون تهوك تقول انا هو رقم عارفي يصفتك يجوش تقيق يجوش تقيق غير يخنزر فيك ويقولك سير تقلص التمى وينضوليه قاع الامراض وميعقل عليه التواحد ويقول لي منبوض وتصوروا معايا دابا عزيز اخ النوش اللي كيتبورد معانا كيعطينا حكومة هولدينج اكوا اكوا هولدينج انا تكلمت لكم على الحسن السعدي زكية دريوش هاد زكية دريوش كان في الصيد المحري في الوزارة هاد زكية دريوش لما تعين وزير الفلاحة ورئيس الحكومة طلع رئيز اخ النوش طلع رئيس الحكومة عين واحد وزير فلاحة دارت له العصافة الرويدة في مرمداته وكرفصاته اللي كتسوله في قطاع الصيد البحري كي يقول لك المرأة الحديدية زكية دريوش وكان دارة ما بغات في القطاع ماشي دارة ما بغات هي الامر وهي الناهي وهي كل شيء في القطاع الصيد البحري فلاست ما غنجيبو هاللموحاسابه ونقولو لها للاخرش على قطاع الصيد البحري في البلاد ودرتي 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 ونصفتو هاللمحكامه لا كان جزيوها وكان عينها كاتبة الدولة لادا ووزير الفلاحة والصيد البحري ودرتي مكلفة بالصيد البحري ما العلم أن الصيد البحري ولا قطاع ولا التروة السمكية في بلادنا نهبت فضيحة وقعة ولكن لا نريد أن نعرف وقال لكم أكبر خطر على البلاد أننا نكونوا في طريق الخطأ ونحن مؤمنين أننا في طريق صحيح ونحن نرى خطأين وهذه قضية زكية وعايز أخر منه وضغطات عليه وركات عليه يمكن تحييرات عليه ولا شو شنو دارت ولا شد عليه شي حاجة ولا شنو عينها نهاية كاتبة الدولة عمر حجيرا قال لك كاتب الدولة لدى وزارات التجارة والاقتصاد مكلف بالتجارة الخارجية يك مجلس أعلى الحسابات جال عنده ولقاو خرقات ودعاوه هو مدان بالسجن النافذ كيف أشطلع كاتب الدولة كيف أشطلع كاتب الدولة كيف أشطلع كاتب الدولة أولا ومشي السجن النافذة ولفر كبيرة لا يعني دفا قالوا لي هاسي حجيرا ما غاديش يقيسك القاضاء وما تقيسك التحاجة تهنا أنا عزيز أخ النوش كنحكم في كل شي أشهد الحكومة هذه الشعب المغربي كيضحك عليها الشعب المغربي كيضحك عليها وكيضحك عليها وكيضحك عليها المسؤولين وكيضحك عليها كل شي كي يقول لك هزلت أشهد البلاد أشهد المصيبة هذه مازي يعني الأخطر من هات شي أمين طهراوي وزير الصحة لا علاقة لها بالصحة يمكن جبد لي غد نقول لك البري يقدر يدوخ تقدر يسخف وره الدم وليش ناوي يسخف لا ما عندهش علاقة ما هو سياسي ما هو غادي توزنة سياسية وعنده رؤية سياسية لا 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 هذا السيد هذا كان مو كلف عند مرت أخ النوش في المشاريع ديالها وهذا تصوروا معي هذا السيد كان إطار وصديق الزوجين يعني أخ النوش ومرته وإطار عند زوجة أخ النوش سوف ندروه وزير العدد أو وزير الصحة تصوروا معي ما عندوش علاقة بالصحة ما عندو بتاع حاجة وزير الصحة هذا اللي غا يليكيدي وغادي يخرج على الصحة العمومية قو ساكتين المغاربة وما كان حردكمش راه غدا الله حفظ توقع لكم شي حاجة بشو اسبطاراتنا غادي تندمو على النهار اللي قلسوا في المغرب غادي تندمو على النهار اللي سكتوا الصحة العمومية راه شي حاجة اللي مي ممكنش نسكتو عليها مدينة الرباط اللي أنا كنشكرها وكنقول تلك الرباط وكييبني ووو وهاه تجراضي وها معتبتشنوا حادثة تنصير أقول لها السيد غير هذه واحد العشرية وهزو السيدة ووتوها穴 سينة مستعجيلات وقد تم مليوها مني غادي يدي الراديو قالوا لهم خلصوا الراديو كيقول لها المستعجلة ترى السيدرة مهرسة في الورك ديالها تبا غير بيروني حالة لا والو سير خلص في الصندوق مشاو جابوا الفلوس وخلصوا في الصندوق خلوها قت واحد ثلاثة تسوعة لاربعة تسوعة مليوحة فينا هو طبيب باللاتي طبيب مشغول طبيب ما كيش طبيب هذا طبيب جاول علاقات تدخلات والتليفونات واش كونش ناس عندهم تدخلات وروينات موادة اش نفعتنا مدينة الريباط كان ديرو الجراضي لما عنديش مستشفى عمومي في المستوى ودارو لنا امين طهراوي يلا قاوس اكتنا المغاربة غادي نمشيو لسعد برادة هذا وزير التعليم اولا هاد المنصيب ديال وزير التعليم هذا منصيب كيف قال المنصيب منصيب سياسي يخصتوا عندك رؤية سياسية وموليم بالبلاد وعرفوا كيفاش وهذا السيد اش بينو بين التعليم ما عمرو كان في التعليم ما هو استاد ما تحاج السيد عندو شركة اللي هي اسمتها ميشوك هاد شركة كتبيع المنصصات وكتبيع الشوكولات وكتبيع هاد خرباق ديالدري الصغار دبوش هادا جابوه للتعليم العمومي باش يرووج الفاني ديالو هاد شغلات وهاد شيل دريالي الصغار اشنو اشنو علقتو بالتعليم العمومي اشنو مأهد النسي ذكرتليكم كاملين اشنو المصر السياسي ديالهم المصر النضالي ديالهم اشي حاجة نعرفوها الحسن السعدي مأتالي اغراد شبيبه وذك البريكل ديالهم اللي مرووجين فيه الحركة اش ده اشكون هو ازاكي يدريوش خرجتي على قطاع الصحة على قطاع سبحولية على قطاع الصيد البحري وغسك تمشي للمحكامة هاد طهراوي هاد سعد برادة اش بينكو بناسي برادة والتعليم العمومي وحنا كنقولو بان التعليم العمومي ضروري خصوي يعاودي ينهض ويرجع الامجاد دياله ما بغناش التعليم الخصوصي ما بغناش الصحة العمومية الصحة الكلينيكات وهذا بغناش الصحة العمومية بغناش التعليم العمومي ويجبتونينا اشان قولكم هايكونو دي براكاسي هادي عامين هو واحد الوزير من زبلاء لزبلاء هو وزير العدل ووزير العدل عارف بخابايا الامور وكان صرح بها في البرلمان قال لهم غادي نبقى معاكم وانا راني هنا حتى اللخر يعني عارفت حاجة اعطوه ضمانات وقالوا انت لغا تصلح لنا اولا اللي الهاء الشعب كل اخترى واحد الربع ايام عشر ايام ونشنو تانيا قال حوج اللي بغن ندوزوها غندوزوها على ظهرك انتا ما عندناش مشكلة اعطوه عليك وهدوه وعاطي سنطيحة ديالك لهذا خليها وابقى في هدك المنصير وزير العدل الوزارة واحد وثلاثين كاتب دولة ووزير تصوروا معي يا عباد الله تصوروا معي جاب اخ النوش المحيطة ديالو والاصدقاء وزيرة السياحة كانت خدمة عنده فاكوا غير من ان نعطيك بغير المثال كانت خدمة عنده فاكوا جروب ولا اكوا هولدينج مستخدمة بحالة بحال الناس ايطار واش عابتو خروج من اكوا كجل حكومة بحالة اكوا هي واحد للحزب سياسي كبير نحيدوا من هادشي كامل نقولوا هاد اخ النوش كيت بورد فينكم التحاديين ما فين هو التحاد الشرك اللي كناك نعرفه فين هو سيلشقر مادمشتي الحزب مات تبهدل تقتل ما بقى في غسم يا والله يرحم مهدي بن بركة والله يرحم المناظرين التحاديين ديالو الصح اللي كان غير الحضور ديالو في الطبلة كيزعزع كل شي أبقوا غير الفريخات ديالتحاد الشراكي وسمحوا لي التحاديين ما بقيتوش كما التحادي الشراكي اللي كان عرفوه وانتو مادة با غير مهم فريخات وصافي سمحوا لي يمكن لكم تقلقوا وتقولوا ولكن الواقع هذا غادي يضرركم ولكن الواقع الاتحاد الشراكي فينا هو على الساكت لماذا الاتحادين ديالو الصح باقينا راضيين على الشقر وراضيين على هاد القيادة ديالكم ومتلعبوش الدور ديالكم في التوازن السياسي في هاد البلاد امام اخ نوش فينا هما الحركة الشعبية سيو الزين فينا هما المناضلين فينا هما الحركين ديال شو ما سيو الزين فينا هو اليسار ايه الله يرحم المناضلين ديالكم فينا هما النقابات اللي كان المرحوم غير يقول كل ما كيوقف لك المغرب غير يكون ينوي يدوي كالب صري ما كيين عشت في الليل في هنا هما هاد الناس هادو شوفو مشاو السبوعة ايوان ما يملكو ما لا واش هدي السياسة في بلادنا واش هاد اول مستقبل ديال بلادنا بحالة كيف بغينا البلاد لا صحة لا تعليم هالعدل كله مشاكل ها ما عرف تكونش القطاعات ممرونة ايه الله هشو ما هادش والله العظيم هادش اللي وقع فهالتعديل الحكومي الى كتشوف كتقول لا حولا ولا قوتا لا بلا دابا غنرجعو الواقع المواطن المغربي شلو كيقول اين المالك كونش المواطنين كيقولو المالك حنا شفنا حالته الصحية اين دوك ما غديش نسألو جلالة المالك وما غنتقلموش والحتي راملو واجب الجلالة المالك وكل شي راح شوف هاد الهضرال اللي كان قول بلا ما اولها شي جهاز ولا شي حاجة ولا لا ديس يبدو يكتبو ها شبغي يقول وبدو يخنزرو ناري اه لا عفاكم بغينا الخير لهاد البلاد والحاجة اللي اضرنا نقولوها وننقشوها ونزيدو القدام وتحييل سيحموش عفاك اذا كتبو لك شي حاجة رانيتي صافية ما كين لا نياف شكال ولا الناس غيقولوا فينا هو جلالة المالك جلالة المالك هنتم مشتو مرأي الله يشافيه مرة اخرى الله يعطيه صحة وطل عمر ان شاء الله يرجع لنا بغينا نشوفوه في التجينات بغينا نشوفوه مع أوليداتو بغينا نشوفوه مع عائيتو كيف رحنا ذوك التصيورات وذيك التواصل الجميل التواصل اللي ما عندناش في البلاد لا القصر المالكي ولا الحكومة و سيم هدي بن سعيد براسو كان صرح بها وقال لدينا مشكل في الحكومة مع التواصل بحيلا ما كينش خبراء ما كينش شي حاجة هاتين محتاج خبراء الشعب وتكون الشعب كيشوف فيك وجهه واحد وكيتيق فيك وتكلم معه من قلبك تكلم معه من قلبك داب المواطنين كيم ما قلت لكم هاجلة المالك مريض خليه افتقار الله يطول له العمور والله يعطيه صحيحتو كيم ما قلت لكم يرجع لنا ويرجع لعائلته ووليداتو بيخير وعلى خير فينا هم الناس خرين كيسيروا البلاد أين هم هذا هو السؤال اللي هنترح لأن المغاربة كي يقول لك وطاغية هاد أخ النوش هاد أخ النوش دار لنا هاد أخ النوش حكم القبضة دي الولكين واحد البلاد عندها الناس ديولة البلاد عندها أدخل سوقراس كالسي أرجع للحجم ديال كالسي تمنين درتي هاد الفلوس أرن هاد شي الصندق الدولة وكيم ما در ولي العهد السعودية سلمان شدهم كاملين كان ليش فرش حاجة اللي در تخلف الصفقات المشبوهة وادا سد عليهم فوطيل ورجع الملايير ديال دولار تلصر ديق الدولة يلا هاد السعودية اللي عندها الفلوس اللي ما كانت تقاداش وش بداتهم وقتلهم ورجعتهم الحجم ديالهم ما تشير بغينات تحنى هادي لامبولانس ديزا الله يشافي اللي فيها الله يشافي وشو من حاله احنا ما زالي كندو على اللامبولانس ديال الخواص وغاتبشي للكلينيك مسكين هادا عائلتو تابعينو إلا عندهم الفلوس هو هادا كما عندوش فلوس غيمشي يموت على خاطروسة هادا حال بلادنا ونداء ديالي إلى المسؤولين ديال البلادي راه ما يقع راه لا يبشروا بالخير راه هادشي كتلعبوا بالنار راه لما الشعب كيبدأ يضحك عليكم وعلى هاد الحكومة وعلى هادشي وكيكون واحد واحد الاخوة بين الشعب وبين الحكومة هادشي كامل راه لا يبشروا بالخير وغير رجع بالسيلبي على بلادنا كان بغيروا هاد البلاد كان بغيرواها وبغيناها ترجع للسياسة والسياسيين والقامات للسياسيين اللي كانوا عنا وكيفش كانوا والنقابيين ويرجعوا يسيروا البلاد وكي الأمور مقادة وكل واحد في المنصف دياله وهو واحد كيبع المصاصات ولا وزير تعليم واحد خدام عند مرت أخ النوش ولا وزير الصحة راه ما يكيدخوش الله أقل الوزير العدل كاريته وباقي في المنصف دياله واحد غيك يشطح الأخ النوش دق 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 ولا كاتب دولة وفضائحه على الجهد فضائح على الجهد عنده واحدة غمسة خرمزاتها في الصيد البحري كاتبت دولة ما عرفتشنا هما المعايير بشكيعين المسؤولين ولكن فهمت بأن نخص كون يا إما براكاسي يا إما كتتقن لغة أولى الحركات ديال الشطيح وركزا وبيخير وعلى خير يا إما يا إما ولكن الكفاءة والكفاءة السياسية وهذا لا أظن أما واحد سيد كان هو خدم في ألمانيا وسكن في ألمانيا وألمانيا معرساته وكان خدم عند بيم دول في وجابوه وقالوا له كاتب دولة كريم زيدان كاتب دولة لدى الاستثمار الخارجي تصوروا معي السيد ما عيش معنا وعيش في ألمانيا هزوه من الوزن ديال التنوبيلات وقالوا له هاجي لأنه عنده واحد المكتب ديال الكنسي اسمي تزيدكم أو قالوا له هاجي لهنا غاتول لي غير هادي حالة تنافي هو كينصح وكين أكمباني الشركات اللي بغو يستثمرو وجابوه يعني الهمزة والضربات الكبار غايدوزولي هو اللولين وعاد نشوفوه ولكن ما يقوله هو اللول اللي غا ياخدش شوية ولكن الهمزة غا يجو الأصحاب والأصدقاء أخ نوش هادا فلان فلان الله يدير شي تاوي الخير وصافي مقصرين بنا وكي تيقولو منك صوبة خيبة فلس ما غنعودو صوبة أخرى نضو بدلو المغرفة هادي اللي هدوت هادي الحكومي دينا وكي تبادلوا بناتهم من المناصر ترجمة نانسي قنقر